أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الشخير عالم الأنف والأذن والحنجرة والحقيقة النهاردة عايز أقول لكم أنه في ما يسمى بالدائرة المفرقة أو اللغة البسيطة بتاعت الناس البسيطاء كلمة مهمة أو بنقولها بلك دواخين يا لامونة إيه بقى دواخين يا لامونة ولا الدائرة المفرقة إنسان بيشخر طبيعة الحال أكسجين اللي داخل جسمه أثناء النوم قليل والنوم ده شيء معقد وعجيب جدا جدا النوم بيحصل فيه ريكوفري لحاجات كتير النوم بيحصل فيه إفرازات لبعض الهرمونات التصحية في الجسم هرمون النمو بيطلع أثناء النوم كل البروسة جلندين مددلتة للتهابات بتطلع أثناء النوم فالنوم ده وقت ريكوفري يعني استعادة للجسم لحالته الطبيعية مهم جدا ما يعرفوش كويس ما يعرفش قيمة النوم إلا الرياضيين اللي بلعبوا رياضة بعد بتلعب رياضة ثم أم خبوط ورجلك دي فيها ورم ودي فيها ألم ودي فيها التواء ودي فيها العضلة دي فيها شده بتاع تاخدوش هتنام بعد ما تصحى من النوم هتلاقي حاجات كثيرة من اللي حصلة في جسمك اتحسنت ده لو نومك كويس لو الأكسجين بيدخل جسمك كويس إذا ما كانش الأكسجين بيدخل جسمك كويس إلا يحصل بصوا بقى ما فيش أكسجين هتصحى من النوم مرهق متعب لأنه ما فيش ريكافوري حصل عضلاتك ما حصل لهاش الارتخاء المناسب لأنه ما فيش أكسجين دخل فحتقوم عايز تلعب رياضة أو عايز تعمل أي مجهود مش قادر أنا ما نمتش ما استريحتش والجملة المشهورة يا أخي أنا ما خدتش كفاية من النوم أنت نمت بقى لك 8 ساعات بس ما خدتش كفاية من النوم قمت تعبان قمت تعبان مش قادر أروح شغلي مش قادر أبزل مجود لما روحت أعادت على المكتب مش قادر أتحرك حواليا وخلصت بقى لإني تعبان ومرهق فعايز أروح بسرعة أروح بسرعة مفيش مش رايح النادي مش قادر ألعب صحابك بيكلموك يلا في حاجز كورة مش قادر أنا ما نمتش كويس مبارح فمروح أنت نمت بس ما خدتش أكسجين كويس فإن لي يحصل؟ وزنك يزيد النهاردة هتنام تاني أكسجين مش هيدخل تاني فتاني يوم هتصل حتعمان برضو فمش تعمل أي أكتفتي ولا أررياضة فبرضو وزنك هدأ يزيد فالزيادة في الوزن هتؤثر على دخول الأكسجين في جسمك لأنها هتتراكم الزيادة في الوزن على مصار الهوى واتخن اللسانه واتخن مش عارف إيه وتخلي المجرى الهوى نفسه فيه مشاكل والرقبة فيها تهون فهتلاقي نفسك كمان بتشخر أكتر ومفيش أكسجين أكتر ومفيش حركة تاني يوم أكتر وفيه برطة أكتر وفيه نوم أكتر وبالتالي كل ده بيخليك بقى تلفز دائرة مغلقة زي ما أنا قلت في الأول ودواخيني يا لامونة لامونة دواخيني بس هو السؤال أكثر أن أصلح الشخير ولا خسس نفسي وأنا وزني زي دو ولا صلح الشخير ولا خسس نفسي فالشخير هتصلح ولا صلح الشخير فأنا هبدأ أدخل أكسجين كويس وبالتالي هبدأ أكتفت بتاعتي توبة كويسة وأبدأ ألعب رياضة وأبدأ أخس بقى أسئلة تدور في هذه الدائرة المسيرة جداً والمخيفة جداً ضيف العزيز واحد من القادرين على الإجابة بحرفية عالية جداً عنازل أسئلة القيمة العلمية القديرة والإسم اللامع الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف الأزول والحنجرة دكتور الأنف الأزول والحنجرة والعلاج بالليزة والزمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النومة الأستاذ الزائر بمستشفى ريال كير بالخرطوب أهلا بك يا دكتور أشكراً أنا يا دكتور أيمان منوروا الدكتور أشكرك قول لي بقى الدائرة الوحشة دي نعمل فيها الحقيقة مقدمة مثيرة جداً أنا نفس الحقيقة يعني يعني أثرتني جداً بالكلام الحلو دا لكن هو فعلاً الوزن والشخير معادلة صعبة جداً 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 لدرجة ناس كتير جداً بتبقى فعلاً وزنها زيادة والعجيب ما بتشخرش وناس بتبقى سمارت وسلم ويعني وزنه 70 كيلو بتشخر جامد جداً جداً وانقطاع نفس عشان كده الحقيقة المعادلة ما بين الشخير وما بين الوزن الزائد معادلة شائكة معادلة شائكة ليه؟ لأن إحنا العيان بيجيلي العيان بيجيلي صاحب الوزن الزائد أول سؤال بيسألهلي طب ما أنا يا دكتور بدل مع طبعاً بعد ما بكشف عليه وبعمله الفحوصات وكل حاجة وبقوله عملية أول سؤال يسألهلي طب يا دكتور أنا لو نزلت وزني هل لو نزلت وزني الشخير والخانقة هتتحسن؟ طبعاً ما كنت يعني المفروض الإجابة أقوله لأ لكن أنا فعلاً إجابة لأ لأن أنا لو ما كانش قلت له عملية يبقى كان إجابتي لأ روح نزل وزنك لأن فيه عيانين فعلاً بتجيلي أقوله روح نزل وزنك ولما هتنزل وزنك الشخير هيتحسن شوية هو السؤال السؤال إزاي نحكم على المريض إن هو عيان شخير عمل وزن ولا وزن عمل شخير دي الحقيقة ما بتجيش إلا بعد لما العين بيجي والعين بنعمله الفحوصات كاملة وبنكشف عليه وبشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل زي خليناً نتكلم كلام علمي ليه؟ لأنا لو خدت من الجزء بتاع تخصص بتاعي تخصص الشخير أي عيان هيجيلي وزنه زي دي أقوله لا تعالى ده احنا هنعمل لك العملية للشخير وهتتحسن والوزن هو بسبب الشخير لكن لا علمياً لا علمياً لازم أكشف عليه الأول لازم أشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل إزاي عندنا كمال المعادلة اللي هي بتاعي البي ام اي البي ام اي بالظبط كده معامل كده في الجسم بالظبط كده معاملة مهمة جداً عندنا عشان نقدر أحسب العيان دوًا أولاً داخل تحت أي كاتيجوري من السليب أبنية أو من قطاع النفس تحت أي هل هو عيان يعني أوبرويت ولا نورمل ولا أوبيز زي برضو المعادلة اللي قدامنا كده زي الوزن ولا سمنة زيادة مفرطة تم اخذ بال حيطة كده عشان كده الفحوصات عندنا فحوصات أساسية بتبدأ من الفحص الرقبة فحص الفم فحص الأنف فحص الأكسجين فحص الطول فحص الوزن كل الكلام ده فحوصات قبل ما المريض بيخشيلي وبعد كده أبتدي أكشف عليه الكشف العادي ثم أعمله المنظر بعد ده كله أبتدي أقول أنت محتاج عملية وهل العملية هتنزل وزنك ولا لأ ليه بقى السؤال المهم جداً هل العملية الشخير بتنزل وزنك ده سؤال مهم جداً أنا مقتنع أه بالزبط كده ليه؟ أنا مقتنع أه علمياً علمياً بيقولوا كده بيقولوا أن الشخير بيتقال طبعاً مش بيتقال علمياً العلمي بيقول أن الشخير بيقلل الأكسجين وده شكراً معروف جداً مش مبقاش سر قلة الأكسجين ده بتلخبط للهرومونات بتاعة الليبتن والجريلن بتوع الجوع والشبع عيان الشخير عيان الشخير السمين المليان مهما بيحاول ينزل من وزنه ما بينزلش يقول له يا دكتور ما يبقى لي سنتين بلعب في 2-3 كيلو 120-130 كيلو وكبيره ينزل 5 كيلو مش عارف أنزل وزنه طبعاً يقول لي ليه؟ أقول له عشان حضرتك قلة الأكسجين ملخبطة لك هرومونات الجوع والشبع فانت جسمك ما بيحرقش انت جسمك بيحرقش انت جسمك انت بتاكل ولكن عشان ما بتنامش كويس عشان الأكسجين ما بيخشش في جسمك كويس عشان الهرومونات بتاعة الجوع والشبع ملخبطة عندك تصحط تصل لنفسك تصحط بالليل تاكل وحتى لو ما كلتش وزنك ما بينزلش عشان كده العينين دول لازم يتعمل لهم عملية للشخير بعد كده عشان كده انا ما بيقولوش عملية للشخير بس ده انا اقول له بعد العملية ما بتتعمل انا بقول زمك ان انت تبتدي بقى تنزل وزنك بجد ودي بتبقى وعد مني ان انت بعد العملية اي محاولة لتنزيل الوزن هتلاقي ليها نتيجة كويسة ليه والضاء وقته ومثال على كده ان اول اسبوع من العملية العين بيخسره بتاع 7 كيل لوحده الاكسجين دخل في كل حتة في جسمه طبعا مع الادوية ومع طبعا قلة الاكل شوية في اول 5-6 ايام ومع السترس مع الكلام ده كله بيبتدي الوزن ينزل فاول 5-6 ايام بينزله 5-6 كيل من العملية عشان كده انا بقول موضوع الشخير وموضوع الوزن ده معادلة معقدة محتاجة يعني حد متخصص جدا في حتة الشخير وعشان يقدر يقول نعمل العملية الاول ولا نأجل ويروح يعمل عملية تكميم ويرجع ليه الحالة الوحيدة اللي بقى بنقول فيها نروح يعمل عملية التكميم ويرجع لي انه هو اساسا ما عندوش مشاكل في جهاز التنفس ما عندوش مشاكل في مجرى التنفس مناخيره كويسة جدا بيكون شالي اللي وز الحلق عنده كويس جدا ولكن ولكن بسبب الوزن الزائد زيادة قوي 120-130-150 كيلو بتقلل لي مجرى التنفس فغصبا عنده لازم بقى فيه شوية خنقة لازم بقى فيه شوية شغيرة لو احنا عندنا مريضة 120 كيلو جاء لنا يعاني من شخير وطبعا 120 كيلو واضح انها سمنا مفرطة يعني نقرر له نعمله الاول الشخير ولا التكميم الاول لان انا طبعا اكيد 120 كيلو في كثير من الاحوال هيحتاج لعملية التكميم بالضبط لكن من الاول الاول ده قرار حكيم لازم يتاخذ بدقة وحكمة عشان نقدر نقرر الاول نعمله عملية ايه وهنعتبر ان هو محتاج عمليتين هنقول ان هو محتاج عمليتين زي ما اقولت الحقيقة كده احنا عندنا حالات عنده 70 كيلو وعنده شخير وخنقة وعندنا حالات 120 كيلو عنده شوية شخير كويس كده ومش محتاج عمليات شخير بعد ما بكشف عليه احنا متفقين بخلص دول حالتين مختلفتين لأ الحالة الحقيقة بتقولها حالة هو عنده شخير وخنقة وعنده 120 كيلو مسببين الشخير والخنقة هو السؤال نعمل الآن إيه؟ أنا هقول لحضرتك أبدأ بمين؟ أبدأ بمين؟ أنا هقول لحضرتك ببساطة، لو أنا عين دواً راح يعمل عملية التكميم أنا هبدأ من الناحية التانية لو راح يعمل عملية التكميم دكتور التخدير اللي بيخدره هيبقى عنده مشكلة إيه؟ المدخل اللي هو بس، دي كفاية إنت عارف حضرتك إحنا المركز المتخصص لجرحات الشخير بيبقى أهم من أهم، بلاش أهم من أهم النقاط في نقطة التخدير سواء كان الطبيب التخدير نفسه على دراية وعلى قبرة عالية جداً بحالات الشخير سواء كانت الأجهزة المستخدمة المناظر المستخدمة في حالات نوم العين بتاع الشخير والخنق فهو السؤال هل أنا سؤال المنطقي اللي أي حد بقى يقدر يستنبط الإجابة العين ده أخليه يعمل عملية الشخير وسهله مجرى التنفس وسهله مجرى التخدير بتاعه بدون خطورة بحيث إنه هو يوم ما بيفوق من العملية بيقدر تنفس كويس مفيش لأن العمليات الشخير أهم نقطة فيها وأول حاجة بتتحسن ليلة أول يوم العملية الخنق الخنق بتروح تمام بنسبة 100% الشخير بيفضل شوية يتحسن تدريجي لمدة مثلا أسبوعين 3 شهر فإنه لما وقف له الخنق بعد أول يوم أعتقد إنه هو بعد كده هو راح عمل لعملية التكميم بعد شهر أو بعد شهرين الأمور هتبقى سهلة جدا ده معناه برضو تأثير هرمونات الخارجة من فندس المعدة المباشرة على مجرى الهواء ده أكيد أصدقى يعني أول يوم يتأثرهم مخلص شوية كيلو لسه مخلص شوية كيلو بس بعد عملية التكميم ده معناه إنه فعلا هرمونات الخارجة من فندس من قمة المعدة دي هرمونات سمة أكيد آه 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 يعني ده شيء طب فيه تجهزات خاصة يعني يعني مريض الداخل 120 كيلو أو 130 كيلو وتعمل له عملية أكيد بزي 60 و 65 و 70 آه هي أنا أنا مش عايز أقول له حقيقة إن حالتنا كلها فوق المية و 120 كيلو آه حالتنا كلها حالتنا كلها كده فأنت حقيقة لما تيجي تقولي فيه تجهزات خاصة لا هو التجهزات العادية بتاعتنا التجهزات العادية بتاعتنا إن حالتنا كلها حالات بتجد الرعاية العادية اللي هي العادية بالنسبة لنا اللي هي الكير زيادة جدا في أي مكان تاني يعني أنتم مركزين أوه في مجرى الهوى هو ده شغلتنا بالزبط أنتم معندهوش غير مجرى الهوى معندناش شغلتنا هي مجرى الهوى وعيان الشخير وتوقف النفس والأبستركت في زليب قابل ده عياننا فهو ده العيان الطبيعي بتاعنا اللي هو تجهزاته مختلفة عن أي مكان تاني اللي هو زي ما نقولت لحدك العيان ده بيتجهز كويس جدا إنه لازم يبقى داخل مبدئيا فأحسن حالاته سواء كان صدر سواء كان كحة سواء كان مجرى التنفس فأحسن حالاته بيتجهز قبل العملية الحاجة التانية إنه هو الدكتور التخدير لازم بقى على مستوى الأجهزة المستخدمة سواء كان المنظار المستخدم في تركيب أبوط التنفس واخد بقى لحياتك كذلك ده لازم بقى موجود منظار واثنين في حاجات تانية صغيرة جدا مع دكتور التخدير بيستخدمها في هذه الحالات أنا مش أقول لحياتك النوم هو اللي صعب لا تنيم العيان مش عايز أقول لحياتك إحنا بننيم العيان بكل سوء المشكلة في عيانين المتلازمة توقف النفس في صح في الإفاق وليس في النوم طبعا دكتور التخدير اللي بيستمعولي دلوقتي هيبصولي وقولي آه فعلا واتليهم دلوقتي قاعدين يقولوا آه والله ده أنت يعني أنت جيت على الحتة الحتة الصعب إحنا بننيم سهل جدا لكن المشكلة في العيان يوم أنا بتكلم على العيان مين اللي هو ستيب أبنية اللي هو بتاع اللي هو السد التنفسية بالضبط كده اللي هو العيان الخطر لأنه هو العيان ده أساسا أساسا عايش في قلة أكسوجين لنه ما بيناموش إلا بالجهاز بالضبط كده فإنت حضرتك هو عايش في قلة أكسوجين فأنت بتنيمه تدخله في 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 قلة أكسوجين زيادة فلما يجي يصحى هيصحى إزاي ده هو أساسا ما بيصحاش لأنه عايش كده فبيبقى محتاج الحياة تكنيك مهمة جدا من دكاترة التخدير المتخصصين في حتة اللي هي اللي سليب أبني الأجهزة تساعدتك طبعا ده ما فيهش كلام ما فيهش كلام الأجهزة أدينة ورجلينة يا دكتور أين الأجهزة النهاردة هي أدينة ورجلينة خلت العملية أقصر وأسرع أولا العيانين دول بيبقى مش عايزة أقول نسبة النزيف زيادة والمجرة التنفس بتاعه بيبقى ديق جدا 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 فطبعا وجود الكوبليشن وجود الريدي فريكوينسي ووجود الشيفر الشيفر بالنسبة لنا دلوقتي نقل عمليات الشخير من من مرحلة المرحلة التانية خالص لأن زمان طبعا كان الكلام ده كله بتعامل إيه؟ كان بتعامل جراحات الجراحات طبعا يعني كان لازم العيان كحال لأني من الغاية دلوقتي بتيجي تقول لي نحن يعني قالونا أن أنت المفروض بعد العملية هتقعد في الرعاية المركزة أسبوع وهتقعد شهر ما بتتكلمش وهتقعد فيها خطورة على كذا وفيها خطورة على القلب وفيها خطورة كان اللوزيتين بالنسبة لكبار السن الناس الكبار في السن دي عملية رخمة جدا الكلام ده فعلا يعني بنسمعه من زمان لكن احنا بالنسبة لنا النهاردة اللوزيتين دول في وجود عيان الشخير دي أسهل مرحلة في عملية الشخير كلها اللي هي استقصال اللي هي بتستقصال زي ما بنقول كده بالإيه بالطريقة العادية خالص اللي ما فيش فيها مش عايزة أقول أي فن لكن أنا عايزة أقول ما فيهاش تكنيك مختلف عن أي حاجة تاني لكن هي قصة الشخير وقصة الزي ما بنقول فلسفة علاج الشخير كلها في سقف الحلق والله وغضبات الحلق هي دي نورت وشرفت وعبدعت أشكرك يا طريقة يبقى هذه المعادلة المهمة المسيرة جدا معادلة السمنة والشخير هي معادلة مزعجة للغاية هذا إنسان يعاني لأنه في اليوم حاسس بإعياء وبإجهاد وما فيش أكسجير ومسطع وعايز ينام ينام تعبان جدا وخايف ينام لو بيصحى من النوم على كرش يتنافس ووي بيقوم من النوم وليلة بليلة بالنسبة له للنوم ده النوم بالنسبة له وطبعا نايم تلت تربع يعني في كتير منهم بينام لو ما بيعرفش ينام على جنب ده هو بينام تقريبا سيمي سيتنج يعني قاعد ده كارسة يصحى من النوم يدخل في هو الحياة عبارة عن مش ربا يتفسود اسود فاسود شيء مؤسف للغاية لازم ننقذهم لازم بفيكن سلطه في العالم الذي يعاني من سمنة وشخير وما فيش حد عنده سمنة ما عندهش خير صعبة دي يقولون احنا افترضنا الفرض العلمي الأول لكن أنا ما شفتش عيان عنده أوفر ويت عنده سمنة وما بيبقى نفسه سليم لا نشوفهم متأثرين ضيف العزيزة وقيمة العلمية القديرة لازموز الدكتور ريشان إبراهيم السيشان الأنف والأزن والحنجرة واللالاجب الليزر وزمانة الجامعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم لازموز زائن ومستشفى روية الكير بالخرطوم نورت الدكتور أهلا بيك خليكوا دايما مع دكتور فقدت طبعا بعاني من خنقف تنفس جامدة وأنا نايم وأنا نايم بالليل طبعا كنت ساعد بقى أم النوم مخنوق وكتير طبعا كنت أم النوم مخنوق ونتيجة كده ما كنتش بوقت براحتي في النوم باللضافة طبعا لصوتش كهير كان عالي كنت أشكر بصوت عالي وكان بيبقى نفسي مكتوم وريقي بقى أمري ناشف أصداع طبعا صداع جامد يعني في شغلي طبعا أنا ما كنتش بقى مركز برضو طول النهار بقى فيه إجهاد بسبب النوم المتقطع اللي بناموا في البيت برضو نفس الكلام الصوت بيبقى عالي اللي علمت عرشة نام فبضطرنا بقى أبعد عنهم ونام بعيد علشان خاطر ما أثرش عليهم برضو يعرفوا يناموا كان يعني تعبني طبعا الصوت والكلام ده فهي العملية فرقت معي كتير فرقت معي في التنفس بقيت أحسن بتنفس أحسن أنا بروح أجري وبروح جم فبحس النفس بقى أحسن وأنا نام بالليل ما عادش في خان التنفس نصيحة أن اللي يحس بحاجة زي كده يبادر ويروح يكشف ولما يروح يكشف يعني يروح عند حد متقصص يفهم أو يقدر يشق الصحفة بصراحة الأجهزة اللي عنده يعني خلتني بقيت برضو متطمن أكتر الحاجات دي بصراحة طمنتني أكتر لما جيت عند الدكتور هشام طبعا